حينما نتحدث عن تسريب للأسئلة فهذه مشكلة كبيرة تخص أمن الدولة بشكل كامل وليس على المستوى التربوي فقط لذلك اليوم حينما نتحدث عن تأجيل اجتماع إلى أو عفوا عن تأجيل امتحان إلى شعار آخر نحن منذ وقت مبكر من الليل ممكن شعرنا بوجود تسريب للأسئلة لذلك أنه كان هناك حضور لكل أعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات مع المديريات المختصة بهذا الموضوع لجان فرعية للتأكد هل هي هذه النسخة هي النسخة الحقيقية الموجودة في المغلفات طبعا هذه النسخة بحاجة إلى أيضا أن تكون هناك لجان مراقبة للتأكد هل هي هذه النسخة الحقيقية من أجل فتح المغلفات لأنه دائما ما نحن نحترم ونؤكد على احترام ورصانة العملية الامتحانية وسرية الأسئلة الامتحانية بعد التأكد من أن هذه الأسئلة هي نعم المطابقة ربما وأكيد يعني أتحدث الآن هي مطابقة لو كانت هناك جزء منها هذا يحدث هناك كثير من الأسئلة تكون ممكن لدينا ملاكات تربوية وملاكات لها خبرة ممكن من خلال التوقع تتوقع سؤال أو سؤالين أو ثلاثة أسئلة ممكن أن تأتي تسريب الأسئلة موضوع انتهى وزارة التربية الآن تعمل على أن تعيد صياغة أسئلة ليس كما يصورها البعض ممكن هي انتقام من الطلبة بالعكس وزارة التربية تراعي كل الظروف التي يمر بها الطالب العراقي الأسئلة ستكون من نفس النمطة التي كانت ضمن الأسئلة السابقة نتمنى لهم التوفيق ونتمنى أن يكونوا مواضبين في أداء واجباتهم وأن يشتهدوا أكثر لتحقيق نتائج إيجابية الإعلان عن وعدة الامتحانات متى ما أعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات عن الجدول واستئناف الامتحانات سيعلن إلى طلبتنا الأعزاء نتمنى أن يكون بعيد إن شاء الله لن يكون بعيد من أجل أن يبقى الطالب ضمن نفس الرتم للامتحان بدأ وينتهي بشكل متواصل المترجمات Latfor اشتركوا في القناة